السلام عليكم و مرحبا بكم فيديو جديد من قناة وصفات مع اون شعيب الفيديو اليوم سوف نضيف المادلين الإسباني فريقة رائعة واقتصادية فقط بثلاثة ديال بيضات تخرج لنا كثير من 24 حنطة نخليكم مع المقادم هنا سوف نحتاج ثلاثة ديال بيضات بالحجم كبير يكونوا بدرجة حرارات المطبخ سوف نحتاج 250 مليلي لتخ من الحليب 250 جرام من سكر حبيبات 250 مليلي لتخ زيت نباتية 375 جرام من دقيق الابيض واحد ساشي ديال الخمارات الحلويات من فئة 15 جرام او لازوج بسبعة جرامات قبضة ملح ونكهات على حسب الضوء أنا اختارت نضيف الفاني وبرتقال ونكهات المونك أنا نقسم العجين على ثلاثة ديال نكهات وتقدروا تضيف غير الفاني أو السيتران أو شي حاجة أنا نبدو على باكة الله نبدو نضيف البيض والبيض كما قلت لكم خاصة يكون على درجة حرارة المطبخ وإلا كنا شينهار بغنا نديرو شي وصفة ونسينا ما جبدناش من تلاجة نديرو نفوحة الإناء نديرو نسبو عليه شوية المدافي واحد الخمسة دقاي قلي يقول لي بدرجة حرارة المطبخ ونقدرو نخدمو به غادين كما العادة نديرو البيض نزيدو عليه السكر نضربوه نضربوه بالضرب الكهربائي حتى يضاعف لنا الحجم ويتبدل لون دياله يولي ماء البيض تقريبا 3 أو 4 دقايق كيف يكون كافية نضربوه 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 زيت ونخلطوه الحلويات نضربوه نضربوه هاد هاد الكوبكيك صراحة ينفع بزاف الأمهات اللي عندهم دراري يقراو في في الأكل يدعو معهم القولات صراحة يدعو هادو سهلين بخاتيك وحسن ما نشيرو لهم لبسكوين تازلقا ما نعرفوش سنو شنو فيهم هادو صراحة يجيو عارفة شنو فيهم في الدار نقيين ويجيو لداد يعجبو البزاز يعجبو للأطفال بزاف كيما قلت لكم هنا ينضربو الكيمياة كاملة ديال الدقيق الأبيض غادي يجي العجين شوية قاسح بسحبين غادي نزيدو الحليب شوية بشوية سافي غادي يجينا الخالط هو هاداك هاد المرحلة نقدرو نستغنعو الترب الكهرباء انديرو غيب الترب اليداوي بسحنا جبدا جبدا الترب كهرباء نكملو بيه سافي غادي نخلطو نخلطو مليحتين دمجو ناكل شي المكونات ونحبسو كيما قلت لكم انا بغيت ندير نقسم العجين على ثلاثة ديال ديال النكاهات ولا بغيتو تديرو غير نكهة واحدة ديالك تديرو نكهة اللي بغيتو في الخالط في الأول وصافي انا غادي نقسم على ثلاثة ديال ثلاثة ديال الإناءات نقسم على ثلاثة ديال ثلاثة ديال نقسم على ثلاثة ديال البرتقال والثالثة نقسم على ثلاثة ديال المونج انا غادي نخلط 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 الدك نكاهات مع الخالط يندمج لي مع الكل سافي هنا يجب تنا عندي هاد الليمول ديال السيليكون ودرت فرشتهم بالورق انتعلي كوبكيك وغادي نخوي فيهم ما يقدر نخص نعمرهم ثلاثة ديال الاربع ديال الكويرتات باش ما يباش يكون عندهم الوسافينين تفخوا سوف يفيدون الناي اللي عمرنا هم كتر غادي يفيدون انا هنا يا خرج لي تقرب ان هاد المقدر ديال الخالط شي عشر اربعة وعشرين حبا ديال الكوبكيك سافي كما قلت لكم انا عمر انا نكمل الكيميا اللي عندي هادي نديرو عليهم ندردر عليهم شوية ديال السكر ساندة كي اعطي واحد المنظر في في الاخير وواحد التقرميشة مين ناكلوهم وغادي ندخلوهم للتلاجات قريبا مهم من الاحسن نخليوهم الى كان عندنا الوقت نخليوهم تقري الليلة كاملة يلق دينا الى ما كان شايدنا الوقت كنا مزروبين بدا الاقل واحد نصف ساعة وش حال ما قلصو فتلا جايرت صاحو جو حسن وندخلوهم الفران طبيعا لحال كيمال الطياب ديال الكيك العادي هنا انا كيملولي اللي مول ديالي كوبكيك كدرت فاعدة ديال السيليكون فيهم ليفرغ ما لحسب الدراري كي يعجبوهم وكي ما قلت لكم سافي يدخلوهم الفران بدرجة حرارة 180 كي طيبو نهودوهم لتحتي حمارو ونخرجوهم بصحة وراحة سافي هنا يا هدا وشكل نهائي انا صراحة بطيبتو في الليل خليتوهم تلغدالي بردو مليح شحال ما بردو يجيو حسن هدا هو الشكل ديالهم نهائي كي يجو صراحة هشاش وبنان وصيقتو الدراري صغار كي يعجبوهم وبخاتي كي باش نهزوهم هكا بالكوختات بخاتي كي باش نديروهم نعطوهم فلايكول ولا نديوهم شي قوتي هكا بالراف شي نوزها ولا كي ما كتشوفو يجيو يجي خفاف مدخل ونك هات اللي بغيتو تالفاني كي يجي مزينتو ولا سيتران ولا لنك هات اللي بغيتو نتمنى انا هاد الوصفة تكون ايجبتكم وتتجربوها ان شاء الله وخليولي رأيدي لكم في كومنتر وإلى فيديو آخر بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة